موسيقى يعني انت منتصل بيا وجعبني الساعة تلاتة صباحا معشان دول الكلمتين دول يا جدع بنولك انا روحت له بنفسي وقلت له الرور دا الحكاية طولت كفاية كده ساعتك قلت له يومين وحنجيب قرار الواد اللي اسمه طالعت ده وتعرف ايه الحكاية اللي حصلتلي بجبل نعزة قال ليه انسى الواد اللي اسمه طالعت ده خالص شيله من دماغك قال ايه الواد دا اتعمل على ملعوب بعد ما نيمني نيمني المدة دي كلها وسبنا استخمل لسعيته ليه على قفاية جاي يقول لي الكلام ده جريب فيها يا بحروب ما تفهمني هو الواد اللي حصله بماغه ولا كان بعقله حلاقه ولا ايه لما نفسك يا عاطم وما تنساش انك بتتكلم عاللورد اللورد رابطني بسلسلة حديد فرقابتي مكتفني مخليني مش عارف اخد حق من الواد اللي اسمه طالعت ده اللورد خلاص جاب قرار كل حاجة والواد دلوقتي اعتبر الرجل ما رجالته يعني شيله من دماغه اللورد عارف المصلحة فين حتى انت ده حروج صاحبي اللي اسمنا اللقمة سوا شفنا اهوال مع بعض تهد جبال بتقول لي الكلام ده وبعد انت على فهمني هنا من امتى اللورد بيتتم بواد زي ايه ده والواد ده اساسا ازاي خرج من مغرز اللي كان معمول فيه من يومين زي الشعرة من عجينة كفاية يا عطا كفاية من امتى و احنا بنسأل اللورد بيتصرف كده ليه و ما تنساش انك واحد من ضمن ميت راجل شخلين تحت قدين وبعدين انا ما عنديش تعليمات اتكلم مع حد في الموضوع ده و نصيحة من صاحب لصاحبه الواد خلاص خطب البيت اللي كانت مش قلبة كيانك يعني مبعدش ليك شيلها من دماغك يا صاحب الابضيع بقاني اني اللي خدمت السنين دي كلها يعمل معايا كده يدوس على كرامتي و احساساتي قدام الخلق يخليني سرصار صغير مسواش اي حاجة ده حتى مش هاين عليه فهمني هو بيعمل كده لايه ما تتحري يا اخ البيت دي وصاد الراجل اللي معايشك في خير السنين طويلة فوق لنفسك يا عطا فوق وفتكر اول درس ان تعليمات اللورد وتصرفاته مش لازم نفكر فيها ولا نحاول نفسرها ناخدها كده تيمائي وإلا نكون بنحكومه على روحنا بالإعدام انا همشي وعشان خاطر العيش والملح اللي بنا هعتبر نفسي ماسمعتش ولا كلمة من اللي انت قلته سلام ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده انت بتقوله ده؟ لا طبعا ايه ده؟ ايه ده؟ انت عارف انه سمي وبلا عجرة اول واخر مرة عطا مهمني؟ اول واخر مرة نامي بقى يا شمو بطلي راهي الفجر هيتم مش عايز انام عايز افضل صحية لحد الصبح انتي تعبنا يا حبيبتي و جسمك مهدود و انا كمان عاوز ارتاح قل نامي خليكي معايا شوية اعمل لك شاي شاي احنا نقصين سعر انتي عارف انا مش عايز انام ليه ليه يا حبيبتي خايفة عالفرحة الكبيرة اللي انا حاسة بيها زيلة تروح منه عايز افضل عيشة في الاحساس ده الاطول وقت ياه يا اما اول مرة افرح بالشكل ده من بعد ما بويا ما مات اوه اخيرا حاسة ان الدنيا ممكن تتحكي و ممكن تعود صابري خير شفتي اما الناس ازاي كانت مبسوطة بتطلعت و هو بيلبسني الشاب ربنا يا ساعدكو يا حبيبتي انت يا ناجوة يا برنزيسة هتبدالي ترجي طول اليال كده مش هتنامي انت جيت يا روزيق لا لو قدامك ده لسه ما جاش ما صالة ساعة حيطة قدامك هاي واجيت غربت وكالت وانت 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 ولا هنا ده انا عمال اشغلوقتي معشان ما لحد ما ترجع اتأخرت كده ليه ده مش قلتلي ساعة زمن بعد الشبكة ورجع كنت لازم اروح لأخويا مرزوق كبير أخويا الحنين اللي بيحبيني الراجل كان مزقطت من فرحة دبخ خرفين عشان الانم و انا كمان حموت من فرحة وتصبح على خير اهولية اه الله اه ده كان هنا مالك يا راجل النهار ده هو في ايه حلم يا بوي اتغدر ميك وتغطفت من غير محد يحس كل السنين دي عدت وانت مش مرتاح في ترمتك كانك مفتش عصر في الديد يومانك شاب هكونش بحلم اللي اسمعته ده محصلش هما جبالت الشبكة ده من اساسه ولا هكونش يكتب علي وحكى لحكايا بلفجة ومحصلانش عشان غرط جوه نفسه ايوه 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 انا عرفه منين عشان اسنجوه لكن اللي اهوه هيكتبنيه يا بوي موسيقى اهلا لنا ابو شادي كيفك؟ مرحبا شوي، شو كنت نايم؟ لا يا راشي نايم ايه لانا منتظر تلفونك دي لديلها اسبوعين عندي إلك خبر يجنن بس لازم نتقابل الليل عندي رصبك يعني طلبك جاهي ولازم نخلصه في خلال يومين ثلاثة طيب هشوف مكان على أول طيارة وهكون عندك الليلة مع السلامة صوح الخير يا جناوي يعني سنايم ولا إيه؟ طيب عايزك تيجيني للك عارف إن النهار دا الجمعة نصت ساعة يكون عندي مع السلامة لا دا حكايته حكاية هو كل يوم وتاني يشغلنا وإلينا عليه كده جيب العواجب سليمة يا رب جيب العواجب سليمة يا رب تعرفش يا ولدي يكون روح فين بس؟ هيروح فين بس من نص الليل لحد الوقت وكمان سايب المحمول في القوضة ليه كده بس يا طلعر؟ طيب يا ولدي أنا هروح أدور عليها على البحر يلا واني ويا استنى عم بشير بحر إيه بس؟ إحنا نكلم شامة أو نروح لها هي أكيد عارفها هو غدسان فين؟ يا كسوفي نروحوا للناس نجلجوهم دلوك يلا مقدم يفلوس هدوم يا ولدي ما يجراش حاجة حاجة يلا بينا يلا بينا اتفت عينيك زين جوي طول ما أنا مسافر عدبي بلدي يومين تلاتها بالكتير وفحط واحد مني الرجالة يا راجب طلعت وتصرفاته ويبلدها لك أول بول كيف ما قلت لك انت مهتم جوي يعني اليومين دول موضوع اللي اسمه طلعت ده ما تفاهمني الحكاية لما أرجع أتعرف كل حاجة انت الوحيد اللي لازم تعرف الماء ما طلعت ما يخطيش خطوة واحدة برا اسكندرية مفهوم؟ مفهوم يلا حبيبي قوم بقينا الدخرة وصباح الخلي يا جون صباح الفول يا حبيبي يلا قوم خد الدش بتاعك والفطار جاي حالا نعمليني الساعة واحدة بس ساعة واحدة وانت مش مواصين ان انت عندك معايد موهم الساعة واحدة يلا قوم بلاش كسر يا ده ننسي انت اللي هنتي معادل الصناعية في الشجرة عشان هيتجيبولي شوية عافش نفرش ومالنهاردة طب خدني معاك هشوفها لا اتفاجنا على ايه هتشوفيها بعد ما تتفرش كلها بس انا عملك فيها مفاجآت بس على الله زوجي يعجبك اكيد يا حبيبي اي حاجة بتختارها وبتعملها بتعجيب قولي بقى هتغلوس اني يومين بالكتير ونروح ننجله على همك بعدها هتجيبي اهلك يعيش في مهانا الشجرة كبيرة وتسعنا كل النا طيب اه فكرت في ان قلتلك علي فكرت ما لقيتش قدامك رحلوا واحد ان نرجع البلد طيب وهتقولهم كنت فين الفترة دي اي حاجة هقولهم كنت مغنوك ورحت الحالي عند واحد صاحبي في المانيا هم عارفين بس جاز يكونوا سألوا عليك عنده انا اتكلمته وفهمته يقول لي لو اتصلوا بيه بس الحد دلوك محدش اتصل بيه انا خابر انت بتفكري فيه لا تلافيش بعد ما ارجع البلد مش هفوض اسبوع إلا وتلاجيني جدانك لحد ما لاجي الوقت المناسب وفتح ابويا في منطور بس لازم الاول يقعدي شهرين ثلاثة عشان ننسوا انت اللي كنت شغالة عندنا في الماركب المهم انه اليومين دول مش عايزك تفاكري جرفع حاجة واحدة بس كنتم بسطي كنتم بسطي وبس موسيقى 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 اشتركوا في القناة انها ان شاء الله مش هتفضل لنا كتير اهم حاجة عندنا انها هتبعد عن علامها القديم ولو الفترة قصرة ربني يوفق ده انا فضلت سهرانة طول الليل اللي مبارح موردتش اتصل بيه قلت اكيد نايم بعد تعب اليومين اللي فاته كان نفسي يكون اتحدث معاك عالمحمولي وجلك هو ورايح فيه ما تقلقيش قوي كده يا مطلعت هو مستغير والغاية بحجته معاه جلبي جلبي وكني عليح جوي ده اول مرة تحصل واللي جرى الايام اللي فاتت يواغوش حالتي حمدية عندها حق انا كمان مش متطمنة اللي بفكر انزل يدور عليه لا مالهوش لزوم يا شامع بدي عبدالسلام صاحبه نزل يدور عليه في كل حتة بيروح لها يا جماعة ما جايز يكون روح دلوقتي وانتو بتدوروا عليه من خشمك لباب السمم اطلو بي يا بيتة عالمحمول اطلو بي ولو كان رجع هي رد عليك ها مابيردش هو مين ده اللي مابيردش مش تقول سلام عليكم في الاول دماغز يعني ازا كنا قطعنا عليكم كلامكم اهلا 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 بنا سايبنا وحبايبنا اهلا مش تقول اولاد شؤولهم بطيخة ولا حاجة لا بطيخ ايه دي حصة جادة اولية زي ما كنتيش عاملة لقمة ولا حاجة نبعتوا نجيبوا لقمة سمك كده من ابو قيل اول ماد لا كالترخيرك يا سيروزيك دايما عامل ومفتوح بحسك لا حاجة احنا بنتكلامه جاد مش عزمة مراكبية ماليش مش وقته خليها وقت تالي بالإذن يا جماعة احنا حنروحوا ليستنوا في السطح وعلى الله على الله عبدالسلام يكون عتر فيه عتر في مين يعني من غير طفل يعني فتال عبد اصله خرج الساعة اتنين بعد ونص الليل وما راجعش لحد دلوقتي وهم يلقانين عليه قوي ايوه من اتنين بالليل لحد دلوقتي لا 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 كده قلبه وكن عليه لا تم يمكن يا جماعة يكون بيفرح مع صحابه بالخطوبة قصوا بينه وبينكم بقى الواحد لم يبقى نفسه في حاجة وعاوز يعملها ويعملها ممكن ما يجولوش نوم بالثلاثة اربعة ايام ما تقلووش ما تقلووش نيجيبوا اكلت كبار يا هي ما تطلعش يا عمي برا الفندق ده ابدا لكن لو طلعت بيكون شافيكي معاها هو بيطلع لوحده كام ساعة في اليوم يلف على المحلات يشتري فرش للشجة اللي بحجره ناوي ينجل في الشجة ما عروسته ولا ايه؟ اكيد يا عمي مش هيجعد يعني طول عمره في الفندق وبعدين في الاول وفي الاخر دي مرته يعني لازمها مطرح لحالها ايه اللي بيدور في رأسه انا مش فاهم؟ ناوي يفصل نفسه عن جدوره؟ ما ظنيش يا عمي دا حتى لو تهوع وغلق وعمل عملته داي اكيد هيرجع اللي في دماغه وهيزهج من العسل اللي فاكل نفسه عايش فيه توصل للجواز من الوحدة زي داي لسه صغير يا عمي لسه صغير هي الكلمة دي اللي ودته في دهل لسه صغير كلكم بتقولوها الكلمة دي اللي طلعته مايع وفي الاخر الجهبي بيعني وعز يقتع روحه عن ناسه وأهله وأزوته لا يا عمي انا قلبي بيقولي انه هيرجع ومن نفسه ولا مش هستنى لما يجنان في العسل وفكر براحته يقولي يا بدير فرحات عمل ايه في الموضوع التاني؟ فرحات بيقول انه يعرف واحد اسمه فكري بيشتغل وكيل فنانين كان بيشغل العروسة قبل سابق في الفنادج وبيقول يعني انه في بينه وبين العروسة عشرة وعشب بيوصل للجواز من واحد زي دي وشافيك ادخل انت ريح شوية يا مطلعت وبإذن الله عبد السلام حيجيب لنا أخبار ومن عارف مش جايز نلجاه داخل علينا دلوقت يا رب من خشمة لباب السلام معلش احنا تعبناك معانا جوه يا مطلعت ما تقوليش كده اماما ندمي علي انت بس اول ما يظهر او تجيلك اخبار حاج صباح على خير وانت من قابل وانت من قابل وتطلع وتقعد ان هارب طوله وترجع بعد العيشة وفي الآخر جاعدك دي تقولي يا وقدونتو كنت فان اقعد ياما تفزعني وتخلع جلب عليك وفي الآخر تقولي اقعد ياما تخلينا دور عليك في الشوارع زي المجنونة وفي الآخر تقولي اقعد ياما قلت لك اقعد وانسي الحديد دي انا بخير قدامك اه مدام انت بخير يبقى لازم تقولي كنت فان مصيبة جديدة اياك قول 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 ما تخافش علي يا مانا خلاص اتعوتت على الأخبار العيفشة طول الأيام اللي فاتت كيفا يا وهدي تعرف كل حاجة في ايها طلعت يا ولدي اللي حصل زلزال هد كل حياتي وجاب عليها اغطية زلزال كفر الله الشر أبوي الله يرحم مات كيف يا ماما غابري بتقولي عجيبة اللي فكرك ببوك دلوك بقولك أبوي مات كيف كنك معرفش اياك نسيت انه مات جدا معناك وبين ايديك وكان عمرك أيامها يجي تمان سنين يعني واعي يعني مات موتت ربنا اما ليه يا ولدي لا يا لا انت كنت معا من يا ولدي جبلت مين وفتح معاك الحكاية دي كنت مع شاوكي ظهران عارفين شاوكي كاني كنت عارفة الاسم دي مر علي زمان جوي ولما سمعت منك مر ما جايش على بال انه جل لك ايه الراجل دي متعرفين يالي ايه بالحرب هي دي اللي كرهته مش طيقة تسمع سرته دي ما صدقت انه خرج من الحبس من بلوته اللي كان فيها واتخطبته في نفس اليوم ايه للدرجات دي عشقية يا جدع خلاص بقى عمعطة درس العقل نقع علي كب في شوية دلوقتي مش قادر تستحمل منك كلمتين مش هو ده اللي اتمسح من دماغها وانت مبتقش تبصك في وشه وحتعمل لي فيه وتسوي وحد اخلك على ارض مفروشة حرير يا عمعاطة يا عم انت بتفضل تنقرزني ايه بالكلام انا مالي ما كل حاجة ماشي عكس الاتجاه البت انا مليش حكم عليها قولتلك مئت مرة انا مش عارف الوقت ده سحر لها ولا ايه يعني ايه الحكاية بزت شامها راحت منا يا روزيق لاريتها راحت لوحد عدل وانا محطوط ما بينك وما بين اللورد انت من ناحية حاطتلي ايديك في مياه ساعة ومن ناحية التانية اللورد مكتفني مخليني مش عارف اهوب من الودة انا مش عارف حكاية اللورد تطولت معا لي كده ما عرفش بس اللورد بيقول انه تأكد ان الودة بريق من حكاية ضربي وسرقة البضاعة مني في جبل نعسى بريق؟ فمال حيكون مني يعني العمال؟ ما عرفش الموضوع ده مخرجني عن شعوري بخلينا حك جنن يا روزيق انا مش قادر اصدق ان الودة زمانه دلوقتي بيضحك علينا وبيطلع لنا كلنا لسانه هو ده اللي جاله بالحرف هي دي المراسبة اللي خبطني بيها على راسي بيجيت ماشى في الشوارع حدت نفسي زي المخلول معجول معجول يكون اللي جاله ده حصل وانا جعت تلاتين سنة دايس على حاج ابويا بعد الحادثة ومهمله ابويا يا ابو ابويا اللي كان زينة الرجال راجل الشريف اللي حكويك عنه خليت نعشق وامن بيه قلت نفسي لا لا ممكن يكون الراجل دي بيكذب لغرض في نفسه دايدي لو كان ده حصل كنت حسيت ياما قولي حاجة ياما قولي ان ده ما حصلش طو لو ما حسديش لما مات كنت عرفتي من عينينا الراجل اللي اتجوستيه تلات سنين قولي ان ده ما حصلش قولي وانا هاروح لشوجي بيه واعرف هو لفج الحكاية ليه ما حصلش ما عرفاش تكوني شكيت ياما وشكك ليه هو اللي خلاكي تطلب الطلاق وتغنيني وترحلي بعد ما خيه مات قولي حاجة ياما الشكل بيقى حقيقة بعد اللي سمعتيني مولي حاجة دموعك دايب يتفر ليه اللي قال هو لك الراجل دي حصل يا ولدي حصل كيف زي مجلك الحرف الواحد أنت كنت أعرف عرف عرف عرفت اللي حصل لأبوك بعد جوازي من جعفر بثلاث سنين وكان مسكين وده غرزت في جلبي وما كانش قدامي غير إن أخدك وأحرم أحرم لبعيد بعيد جوي هو ربنا جدار يا ولدي وقدرت عرفت بستين أطول السنين دي نلفه في بلاد الله ونكملوا ونكملوا عشان نوم ديه نسيبوا أهلنا وناسنا وفلدنا ونتبهدلوا ليه نسيبوا الراجل اللي عمل كده فابويا متنعم ونهرجوا ليه ما قلت ليش وأنا كنت أدوّجوا من نفس الكاس اللي دوّجوا لأبويا ليه تكدب علي كده تكدب علينا كده وعيشتينا فيها خرم عليك خرم عليك كان لازم أقولش كان لازم أحميك يا ولدي عشان تقدر تعيش عايش كيف؟ زي البنت اللي أمها بتخاف عليها لحد يشكلها زي مرة بطينة عمرك أنا ربيتك أحسن رباية خليتك راجل والناس كلها بتحليف بربايتك ورجولتك أنا مش راجل وانت السبب ما كنتش أقدر أقول لك غير كده ولو عايز تعرف أنا عملت كده ليه حاضر حاضر يا ولدي حقول لك حقول لك اللي حصل كله وان ربنا قدرني الناس تاحملوا طول السنين اللي فاتت قولي 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 كل اللي تعرفيه ولي كنت كل مفتح صرته تجافليها علي وأنا أقول خلاص سير أسودي بل هشتقلب عليها المواجه كفاية أنها كرهة الراجل اللي اتجوزته دي وأكيد اتجوزته عشان تصرف عليك قولي كيف بعد ما كنت عايشة مع راجل كامل مكمل زي الملاك ماشى عالأرض زي ما كنت بتوصفيلي كان راجل يعرف معنى الرجولة بحق تربط نفسك بالسافل دي بلعفش دا تتفنعناكي كان فينا عجلك الرزيني اللي بحلب بيه دا لأمري ما سعى كان فينا عجلك لن بغلط الغلطة داي ما تحكمنيش ما تحكمنيش يا ولدي دلوق الله يخليك انت معرفش حاج ما عرفش ايه ما عرفش ايه الشطان بتبقى صورة باينة زي الشمش كان لازم تشوفيه تحسيه تشميها فرحته العفش الشطان يا ولدي ما بيبانش لحد بيتلون ويتخف وإلا ما يبقاش الشطان يا بوي يا بوي كنت شايفك دلوة كنت بتصرخ قدامي ويا مئ ويا بي قولي ام قولي كل الحاجة يجا وما نقصش كلمة بعد موت ابوك لف علي جعفر العربوي بحجة انه عايزي سايدنا انا وانت صديتو كتير ورفضت مساعدته أكتر قضيت كام شهر بعدها أنا وانت في عذاب عشان كان صعب ألقى شغلي وقتها في البلد ومش قادرت له مساعدة من أهل أبوك اللي عايشين على كدهم ولا من أهلي اللي كان فاضل منهم اتنين اتجوزوا وسافروا وفي يوم لقيت جعفر قدامي بيطلبني للجواز ويقول لي ان دا يوم اللي مونا بالنسبة له قلت له انت متجوز ومرتك طبع حامي قال لي احنا ما بنعملوش حاجة غلط ولا بنخلفو شرع ربنا فكرت كتير وحسبتها كتير وفي الآخر يا ولدي اضطريت أوافك بس بشرط انه يعملك زين ويحطك فاني زي ما تكون عين من عياني وعلى كد جوة إجلال وطبعها الناشف ما قدرتش تمنع جعفر من تنفيذ اللي فراسه كل اللي صممت عليه اني ما يخد ليش بيت تاني واني جوازي يتم في بيتها وقدام عينها ووافق جعفر وافق عشان كان في مصالح كتير بينه وبين أبوها أياميها ومن ساعة ما خطيت برجل عتبت بيتها وهي عرفة تعيش نصح نار جهنم الحمرة خصوصي بعد ما خلفت أخوت وشافت الفرحة في عينان جعفر كان عايز يشني من على الأرض شيل وكانت الفرحة عطفت من عينيه بعد ما جبت الواد وبقيت أم الواد كامل سكت كل إيه أنا قلت لك عايز أعرف كل حاج يا ده أنا شفت معاها أيام سودة أسود من جرن الخرور ويا ما مساكنا فخناك بعض وكل دي بسببك أنت بحجة أنه لازم يقرب من إخواته البنات ويتعود عليهم وجعفر كان يطوعها ويسمع كلامها وابتدى جعفر يكشف عن وشه الحقيقي في معاملته معاك لحد ما بقيت أحس أنه هو بيشوفك زي ما تكون غريمه وجالنا جعفر في يوم وقال إنه مسافر في رحلة طويلة رايح الشام وحيقعد هناك شهرين ثلاثة وكان أخوك يا دوب بمكامل سنتين ومسكنا في بعض أنا وإجلال كالعاد هي مصممة تاخد الواد في مطرحة ينام مع أخواته وانا راسه ألف سيف الواد ما يفرجنيش ولا دقيقة واحدة طول ما بوه غايب وتعصب جعفر وحلف أن يأخذ الواد معاه السفرية دي علشان يفض الخناق اللي بينه ولما عرضته هب فيه وشتمني وقال لي أنا مش عاجبني لازجت الواد فيك ومن دلوقت حاخده معايا في كل مكان عشان يبقى راجل وخذ الواد معاه وصافر تليفون مقفول طالما والدته ما اتصلتش بيكي بقى أكيد راجع وقفل التليفون ونين قلقانا مش عارفة لي مش متطمنة كده أنا مفكر عادي علي تعالي هنا هو عودي أنا مش فاهمة إيه لازمته القلق ده كله خطيبك راجل مش عيل صغير وبعين الأصول بقى بتقول إنه هو اللي لازم يجي يزورك بعد الخطوبة أصول أيام إحنا وفيش بيننا الكلام ده وبعدين انت عارفة هنفكرش بالطريقة دي لا لازم تفكاري يا بيت يا خايبة حبي اه إنما ما ترخصيش نفسك وبعدين قريب قوي انت هتبقي مسؤولة عن بيت أقولك تعالي لبسي ونروح نتمشه على البحر شوي يلا أمي بقى لبسي يلا لحد ما جيه اليوم اللي شفت فيه سليمك الراجل اللي كان بيشتغل مع جعفر ودراعه اليمين شفته هو جاي لإجلال بيمدي يده وبيطلب مساعدة لحد ما يرجع جعفر من الصفر هبت فيه وطردته وقالت له انت وش المصايم ساب علي الراجل الغلباني كانت حالته صعبة جوي رحت له وديته الي فيه النصيب عشان خاطر بيته إحسان الي كنت بحبها جوي وعشان الحالة الصحية اللي كان هو فيها سليمك اليد النجسي اللي تمدت على أبوي وسمته بتكفي بتكفي الجاتل النقل ما كنتش عارف حاجة لسه عن المصيبة اللي عملها وبعديها بعشرة أيام جتني بيته إحسان وجلت لي إن أبوها عايز يشوفني ضروري وروحت له أنا وبيته مطرحة وأول ما دخلنا عليه جل بيته اطلع يا بيته هاتلي كباية معي وأول ما طلعت جل إنه هو خلاص حيموت وإنه حيجاب الرب الكريم وقال لي كمان إنه عنده سر عايز يقولهولي علشان يخلص ضميره من ربنا قلت لجول قال لي المصيبة اللي عمالها قال لي إنه نفذ أوامر شعفر وده السسم لأبوك شحادة في الوكل صراخت وما سكت فيه ما بقيتش عارف أعمل فيه إيه وهو نايم في فرشته كنت عايز أقتله أخلص عليه بأدية دول ولقيت نفسي مسكاه وبهز فيه وما وعياش إن إجلال دخلت علي هي ورجالة جعفر وقلتها في فرشته واتعامتني فيه والمصيبة للكل صدقها وأمن على كلامها كل ده حصل وأنا معرفتوش محدش قال لك يا ولدي عشان كنت صغير وأنا وأنا رموني فمطرح عيفش جنب البيت قضيت ثلاثة أيام في عذاب وتحت حراسة لحد ما جدرت أم إبراهيم تدخلي كانت ستة كبيرة من الشغالين اللي كانوا هناك كانت تحبني عشان عارفة كديه أنا مظلومة وكديه إجلال كانت مفترية علي اتحيلت عليها إنها تجيبك لي وجابتك لي عشان أشوفك وفي نفس الليلة فتحت الباب علي أنا وأنت وكان الحرس نايم في سابع نوم ساعتها ربنا ربنا جدرني وقدر تعرب أنا وأنت وعربنا وحمدت ربنا إن كل دا حصل قبل ما يرجع جعفر من السفر أيوه أفاكري اليوم دي لحد دلوك كنت راكب جاري في القطر في عز الظلم وقلتيلي إنك سيبت البيت عشان اتطلقت من الراجل دي أنا فرحت بسهلتك على أخويه قلتيلي إنه مات إن النهاردة انت ملكش إخوات مش دي اللي قلتيه مخدشي قدامي حلقة استن أنت لسه ما طلقتيش منه لحد دلوك حيبعت لك ورجة الطلاق إزاي وهو كان مسافر ومعرفش اللي حصل يعني أنت لسه على زمته يعني أنت لسه على زمته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر